اه طبعا اول شغل اللي بنا نحكي عنها اللي هي الاب دروورز زي ما انتم شايفين معظم الحالات انه ما بكون عندك اب دروورز وفي كتير ناس بحبوا انه يحصل على الاب دروورز تروح على الهووم سكرين من هون في بيقدر تختار الهوم اللي هي تبعت الوجي او بتقدر تختار奇iphercuss transform Bong وبتقدر تحط sorry او بتقدر بس تخليها شفو الفرق هون بصير في عندك زي كبسة تحت للأبد وهون اذا بدونها بصير عندك الاب دروورز بهاي الطريقة بس بترفع لفوق بصير عندك كل الابز من الشغلات الناس الكتير ما بتحبها النوتش هذا خاصة اذا كانت الصورة عندك واضحة انا عندي شوية فوق سودا بس تقدر تلغيها عن طريق انك تروح هوم ديس بلاي وفي الديس بلاي في شغل نيو ساكند سكرين زي ما نشايفينها هون تقدر تغير النوتش بتقدر تخلي كاستمز وتقدر تغير الالوان زي ما نشايفين فوق زي هذا هيك مش مبين النوتش نهائيا هون مش يعني هون واضح كتير هون واضح كتير هون يعني هذا يمكن احسن اشي بتقدر تخفف من الزوايا وحددها من الشغلات اللي حلوة اللي ممكن سويها زي ما انتم شايفين لما تكبس هي كد ما بطلع اشي لسكرين بس لازم تكبس الكبسة هاي في شغلة بتروحوا عليها بالسيتنج اكستنشنز وفي شغلة يسمها نوك اون بتقدر تعمل دبل تاب على السكرين وانتو بفتح لك السكرين طبعا اذا انت حاطت بصمة بتدخل على البصمة نوك اون اكيد هاي شغلة مهمة جدا عشان ما تضلك تكبس على كبسة طبعا هلا بنا نحكي عن احد الاسرار اللي هي الكاميرا السر هذا انك لما بتدخل على كاميرا الجي في سكستي بتروح على اخر الابشنز اللي هو مور بتكبس عليه في عندك هون زي قلم بتكبس عليه بتقدر تغير مثلا المودز مثلا انا المانيوال فيديوز ما بستخدمها بحطها بقدر اضيف مثلا بسلو موشن وهلو مجر يعني انت بتقدر تضيف وتحط مثلا البورتريت ما بدي اياها بدي مانيوال فيديو زي ما انتو شايفين صارت عندي بكبس على هاي بتصير عندي هون مانيوال كاميرا ومانيوال فيديو هايها مانيوال فيديو طلعت عندي هون بدي ارجع على مور وفي شغلي هون زي ما تشايفين ها داولود هاي بتخليك تقدر تعمل داولود ل اه مودز فري بتكون موجودة مثلا هاي السينما الشوت بتعملها داولود انا عملها داولود اريدي مثلا هذي البانوراما توني سكستي اه ثري هاندر سكستي بتقدر تعملها داولود وبتصير عندك بالكاميرا زي ما انتو شايفين هون هلا بتاعت بانوراما ثري سكستي اه لساتة في الكاميرا هون دا نحكي عن شوية شغلات في فوق زي ما انتو شايفين اه هون تشوف الفول سكرين بتقدر تاخد صورة فول سكرين هون وان تو وان ريشو هادي خاصة للانستغرام اه هون سكستين تو ناين وهادي اللي موجودة بيستخدموها معروف المصورين وطبعا هون فور بوينت ري هادي هاي ريزولوشن سكستي فور ميجا بيكسل هاي اللي كبيره في شغلة تانية بدي احكي عنها اللي هو زي ما انت شفتوها بالسيتنك تبعت الكاميرا هون فور هذي بتصغر لك حجم الصورة وبتزد لك الرزولوشن تبعها يعني بتقوي لك اياها للاسف المشكلة انه معظم التلفونات القديمة والكمبيورات القديمة ما اه دزنت سبورت هذا الفورمات اللي هو اتش اي اي اف كلها بتستخدم جي بي اي جي او جي بي اي جي اه فحسب انت ما حابب زي عندك ميموري بكفي فممكن ما تستخدمها نحكي عن شغلة هلا في الكاميرا اسمها ثري دي افكت زي ما حكينا في مور ممكن تلاقي شغلة او انا حاطتها اردي اه لا اه سوري في مور اه بتلاقيها تحت بورتريت اه زي ما انتو شايفين للاسف بس للكاميرا الامام الخلفية اما الامامية زي ما انتو شايفين هون انا حاطت ثري دي افكت اه خلينا نشوف كيف بعرفش اذا انتو شايفينها خلينا نعيد الصورة مثلا اه نحكي هاي اوكي نقام بروسسينج زي ما انتو شايفين عملتها زي اكنها ثري دي وبيهاي الكبسة ممكن تخليها صورة عادية وممكن هون تصير ثري دي اه مش شغلاتنا نحكي عنها بالفيديو اللي هي مانيوال كاميرا يعني من القليل من التلفنات اللي بتسوي مانيوال كاميرا صراحة المانيوال كاميرا كويس كتير انها تعطيك more details وشغلات تقدر تتحكم بالفوكس زي ما انت شايفين تقدر تتحكم بال الايزو مثلا خاصة للمحترفين هاي مهمة جدا البلانس طبع الوايت زي ما انت شايفين الشغل الحلوة فيها انه بتقدر تغير الكاميرا اللينزز من نفس الكاميرا وهذا قليل جدا ما تلاقيه في المانيول كاميرا بس في شغلة انه معظم اللي بحبوا يستخدموا المانيول كاميرا بيستخدموا الرو ايميج لانه بساعدهم كتير في الصور بس مش مفاعلة لازم تفعلها اذا بدك تعملها بهذا الستنج في الكاميرا بدنا نحكي عن شغلة اسمها نايت فيو طبعا حلو في نايت فيو انك تقدر تغير الاكسبوجر تبع الضوء برضو بتقدر تغير الكاميرا اه وهذا قليل جدا في النايت فيو بتلاقيه اللي ممكن تسويه في الستنج تشوفه السايز وللأسف انه السايز بس ثيرتين ميجابيكس وهو جيد يعني معظم الحالات انه بيكفي الجريد انا بحب دايما احطها وهاي عشان تقدر تعمل تصور بالصوت تحكي مثلا سمايل ويسكي كيمتشي الجي بصور اه بتقدر تحط اسمك انت وتعمل سيجنيتشر خاص فيك واد تاك لوكيشن وهاي الشغلات الستوريج كلها دايما انا بحطها الاس دي كارد شان تاخد صورة بالصوت بس بتحكي له الكلمات اللي حططها وللأسف ما بتقدر تغير كلمات ال جي ال جي ال جي چيز كابتشر كيمتشي طبعا هلا المفاجأة الكبرى يا جماعة هذا التلفون بصور 8 كي يس 8 كي فاهمين شو معنين 8 كي من اقل يعني مش كل التلفونات اللي بهذا السعر بصوروا 8 كي شايفين في الكاميرا لابن روح على الفيديو فوق في فل اتش دي اتش دي فل اتش دي فل اتش دي سكستي فريم بر سيكن فور كي فور كي سكستي فريم بر سيكن and 8 كي يا جماعة فاهمين شو معنين 8 كي يعني الريزولوشن بكل عالي جدا هذا لانه قريب كتير شوف 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 كيف يا عيني يا عيني طيب انا بدي احكي لكم عن شغلة التانية اليوم اللي هي مانيوال فيديو وهذه برضو بتلاقيها هاش كتير في معظم الفيديو زي ما انتو شايفين بقدر اصور هون up to 4 كي ايه ايه بالمانيوال فيديو يا جماعة في 8 كي فاهمين مانيوال فيديو فيها 8 كي لاحظوا هون الليفت والرايت اه تبعت الصوت بتقدر تغير بالعدسات وهذا قليل جدا ما تلاقوا فيه طبعا زي ما انتو شايفين بقدر احط كل اشي اوتو بقدر اغير مثلا هون البرايتنس او الوايت كولر سوري اه وهلوم ما جرل اه الحلو في في موضوع المانيوال فيديو الصوت شوفوا شوفوا بقدر اغير بالصوت من وين ييجي وهذه قليلة جدا بالفيديو نفسها موجود الصوت بس فيه اشياء تانية اه فيه تلات انواع في البيزيك اللي هي العادية بصوب هذا وفيه هذي الاسمرز ريكورد وهذي الفويس بوكه هنحكي عنهم هلا في الكاميرا لما بروح على الفيديو شوفوا في الفوتو ما فيها الشغل لما روح على الفيديو في هون زي مايك هذا البيزيكس هذا بسجل الشغلات البيزيك يعني انك بتشغل عادي زي باقي الكاميرات هذا اسمرز بسجلك من اربع مايكات موجودة في التلفون وهذا قليل بس السيء فيه انه بسجلك كل الفويس الفيديوز انا لسه في المانيوال زي ما انتم شايفين فيديو ريزولوشن زي ما انتم شايفين عندي في 8K هاي اللي حكينا عنهم بس فيه شغل اللي هو فريم ريت شايفين في عندي 480 وعندي واحد واحد ايش الفايدة من واحد والاثنين فريم ريت لما تعمل تايم لاب تايم لاب هاي اللي بتكون بسرعة بتفيد كتير هاي في الفريم ريت معظم الناس بتشوتين بين 30 و60 بس ممكن تشوت 8K بكل هدول فصراحة سوري باله هاي ديفينيشن خليني عفوا بالهاي ديفينيشن شوفوا بالهاي ديفينيشن بقدر اصبح 26 1 or 2 بال8K سوري طيب البيتريت هذا مهم جدا هذا الصوت الصوت اذا انت بتصور بال8K لازم تصور بالهاي عشان يقدر يعمل كابتشر للصوت كويس بشكل عام هذا عن موضوع ال8K في المانيوال فيديو جماعة اشي خارق سريعا جدا نروح على الفيديو العادي وشايفين هذا اليد يا جماعة بس تكبس عليها بعملك اشي اسمه ستيدي كام اون يعني ستابيلايزر يعني اذا انت بتركض مثلا او بتلعب رياضة ما بدك بهذه الطريقة بعملك اوتو ستيبيلايزيشن للفيديو اشي رائع خيالي جدا جدا يا جماعة اوكي اخر شغلة او نحكي عن هلأ تايملاب او اول شغلة بتلاقوها في الكاميرا تايملاب في هون عندك شغلات في الاوتو هذا بقدر لحاله هو يحدد المدة او السرعة للفيديو اللي بدك ممكن تسرعه مرة ممكن تسرعه لخمسة ممكن تسرعه لستيم مرة اوتو انا بحبه كتير لانه هو اوتوماتيك بعمل طبعا برضو بدك تنتبع انه هون في الايد اللي بتعملها ستيدي كام اللي بتعمل ستيبيلايزيشن عشان ما يسير يرج بس طبعا تقدر بال او 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 تتصور بهذا الموض في تب تاني بدأ احكي لكم عن او تشغل جديد غريبة بدأ احكي لكم عنها اللي هي في التدخل عن نوتيفكيشن في النوتيفكيشن في شغلة اسمها بريف نوتيفكيشن زي ما انت شايفين هون سايد لاين زي عملت لها تحديث طلع الصورة هون صار عندي حوالين الصورة شو الشاشة وهذه اشي جميل فخلينا نحكي مثلا نحددها ب الواتساب اوكي والويتشات مثلا اوكي فالآن ازاي جانا اي اشي بصير شغلة زي ضو حوالين الشاشة طراحة في شغلتين انا بشتاق لهم من سامسونج لما نقلت على الالجي الشغلة الاولى في سامسونج في شغلة اسمها secure folder مش موجودة للأسف في ال جي انا وجدت شغلة اسمها island ab بعمل طريقة هيك تقريبيا زيها بعمل لك work profile بس مش زيها anyway شغالة شغلة الثانية في ال الجي v 60 للأسف ما في facial recognition بس له فوائد ثانية وهذا هو رد طبعا هاي بعض التبس والسكرتس اللي جمعت لكم اياها عن lgv 60 الحلقة القادمة ان شاء الله تابعونا فيها هنتكلم عن dual screen اللي هي الشاشتين شو الشغلات اللي ممكن سووها مع الشاشتين تابعونا ان شاء الله بتنبسطوا في هذا الفيديو